والحوار للمطالبة برحيل رموز نظام بتفليقة ومحاكمة الفاسدين. وردد المحتجون خلال تظاهراتهم الشعارات الرافضة لدعوات إجراء انتخابات رئاسية. كما طالبوا بالإفراج عن نشطاء الحراك وأطلاق الحريات العامة. يأتي هذا فيما قال رئيس أركان الجيش الفريق أحمد جايد صالح. قال إن المقاربة التي يتبناها الجيش ترتكز على ترجيح الشرعية الدستورية من خلال تنظيم انتخابات رئاسية شفافة في أقرب الآجال. وهدد جايد صالح من أسماهم بدعاة المرحلة الانتقالية بكشف حقيقتهم. ثلاثاء جديد تصحبهم مظاهرات جديدة في العاصمة الجزائر وفي وهران. احتشد طلاب الجامعات مجددا يعيدون رفع مطالب حراكهم الجماهري الممتد في البلاد على مدى شهور. رفع المتظاهرون شعارات ورددوا هتافات داعية إلى تأسيس دولة مدنية لا عسكرية وتحقيق الاستقلال التام. كما جدد المتظاهرون رفضهم لدعوة إجراء انتخابات رئاسية قبل رحيل باقي رموز النظام. او العصابة كما يقولون. نحن لا نرضى بحل واصيح نحن نرضى بتفاوض بين الشعب والممؤسس الفعالة للمؤسسة العسكرية. ويكون وفق شروط لمنها راح يكون الحكومة وعدم تدخل المؤسسة العسكرية في السياسة. هو الرفض الذي يتقاطع مع دعوة رئيس أركان الجيش الجزائري. الفريق أحمد قايد صالح. الذي أكد في خطابه الدعوة لتنظيم انتخابات رئاسية شفافة في أقرب الآجال. تحضير وإجراء الانتخابات رئاسية في أقرب الآجال. بل إن المنطق يفرض للشروع في تحضير لها خلال الأسابيع القادمة. لم ينسى المتظاهرون الدعوة للإفراج عن نشطاء الحراق وإطلاق الحريات العامة في البلاد. ومنذ الثاني والعشرين من فبراير والحراك الجماهيري مستمر عبر مسيرات أسبوعية في الجزائر. مسيرات أنهت حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. لكنها ما تزال تجاهد في سبيل بناء نظام جديد. الحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الستوديو الدكتور محمد قيرات. أستاذ الإعلام بجماعة قطر. أحييك دكتور محمد. كما ينضم إلينا عبر سكايم من الجزائر. الناشطة السياسي عبد الرحمن الصالح. أحييك سيد عبد الرحمن. إذن يبدو أن الحراك في الشارع الجزائري رافض للذهاب لانتخابات في أقرب الآجال. كما يريد جايد صالح رئيس الأركان إلى أي الرأيين تميل. انتخابات قريبة وفقا للدستور وفقا للآجال الدستورية. أم يجب أن يرحل في البداية بدوي وحكومة بدوي وآخرين؟ بداية مرحبا بك وضيفك كريم وبالسادة المشاهدين. في حالات الأمر لا يوجد جزائري من هو ضد الانتخابات. ولكن ليس انتخابات بأي ثمن وبأي طريقة كانت. لأننا في هذه الحالة ستجد السلطة إذا أصرت على المرضي في تنظيم انتخابات بالشكل الذي تريده والذي تسعى إليه. سنجد أنفسنا مهزلة مكررة لانتخابات أربعة يوليو المرغات. انتخابات بدون مرشحين. لأن هناك رفض شعب مطلق كما أكده الطلبة في مظاهراتهم اليوم. رغم أننا في عز العطة الصيفية سواء في النابة أو الجزائر أو في وهران. برفضهم الحوار مع العصابات أي من من يعتبرون من رموز نظام بوتفليقة كرئيس الدولة وكالوزير الأول الحالي. إلى غير ذلك من باقي المسؤولين التنفيذيين سواء على المستوى المركزي أو المستوى المحلي. لذلك فعلى السلطة قبل أن تفكر في تنظيم انتخابات أن تهيئ أولا الظروف التي تسمح لهذه الانتخابات بأن تعقد وأن تجرى. وبأن تكون انتخابات النزيهة والشفاقة. أول هذه الظروف هي ضرورة ذهب حكومة بدوي. لا أعرف لماذا سر هذا التمسك الكبير بحكومة نور الدين بدوي. رغم أنها آخر حكومة عينها بوتفليقة قبل استقالته. لا أحد يستطيع أن يقنع الشعب أو أن يبرر له سر التمسك الكبير بحكومة نور الدين بدوي. هناك زعم بأن رئيس الدولة المؤقتة لا يستطيع إقالة الحكومة الحالية بموجب نص المدى 140 من الدستور. غير أننا لاحظناه يقيل وزير العدل السابق سيد براهمي. كما قبل استقالة وزيرة الثقافة منذ يومين. مما يسقط ويضحط تماما هذه الحجة الدستورية بعد مكانية تبديل الحكومة. لذلك فعلى السلطة أن تشرح لنا أولا لماذا هي متمسكة ببقاء حكومة بدوي. رغم الرفض الشعب لها. ابقى معي سعد صالح. أنت ذكرت الكثير من النقاط التي يجب أن نناقشها دكتور قيراط. هل تعتقد أننا في الجزائر وصلنا لحالة انسداد سياسي؟ جميع الأطراف لا تستمع إلى بعضها البعض. نعم. كلام صحيح. صحيح. مئة في المئة. هناك ملاحظة سيجب أن نشير إليها. أولا هناك مقولة تقول أن الجيش مع الحراك. وهذا خطأ. لأن الحراك يطالب بسنحية بدوي وبن صالح. والجيش متمسك ببدوي وبن صالح. فلا يوجد هناك جيش مع الحراك. النقطة الثانية. لو لاحتم منذ 22 فبراير إلى يومنا كل يوم ثلاثة قائد الأركان في الجزائر يلقي خطأ. بإي صفة؟ هل قائدة الأركان في العالم يلعبون هذا الدور ويقدمون خطأ؟ كل يوم ثلاثة منذ 22 فبراير؟ بإي حق وبي صفة. هذا يعني أن المؤسسة العسكرية هي الكل في الكل وهي التي تحدد وهي التي نصبت هذه لجنة الحوار. بكل بساطة اليوم الطلاب خرجوا إلى الشارع. ينددون بعدم قبولهم بهذه اللجنة. ماذا يعني هذا؟ يعني أن وصلنا إلى إنسداد وأن وصلنا إلى حوار ترشان. الشيء الآخر عندما نتكلم عن لجنة الحوار. أين هم الناس النزهاء؟ الناس الذين زكتهم الجزائر والشارع الجزائري؟ أين هو مصطفى بوشاشي؟ أين هو رحابي؟ أين هو بن بيتور؟ أين هو حمروش؟ أين هو الدكتور الإبراهيمي؟ حتى الشخصيات التي انضمت إلى اللجنة انسحبت. استقلت على غيرها. رئيس معيث العلماء المسلمين الجزائرين. الدكتور عبدالراء عبدالزاق السوم. وعلى غيرها الاقتصادي للمصر. فهذا يعني أن الآن عندما يأتي القيد صالح ويحط على إجراء الانتخابات. يا أخي هل وفرت الظروف؟ هل تخلصت من الشخصيات التي يرفضها ورفضها الشارع؟ بدأوا وبن صالح؟ والحكومة كذلك. شو اللحظة الحكومة؟ دعنا نشرك معنا ضيف آخر ينضم إلينا عبر الهاتف من الجزائر. الدكتور فاروق تيفورغ القيادي بحركة مجتمع السلم في الجزائر. موقفكم في الحزب من ما ذكره سيد جايد صالح رئيس الأركان. من أنه يجب الذهاب إلى الانتخابات في أسرع الآجال. حتى لا تقع الجزائر في فراغ دستوري. تحية لك والمشاهدين للقناة الجزيرة والمشاركين في هذا الحوار الهام. الذي يأتي في لحظة تاريخية فاصلة وفارقة. ونحن ندخل الآن شهر السابع من الحراك الشعبي الجزائري السلمي. الذي مطالبه كانت في الحقيقة واضحة رفض عهدى جديدة للرئيس المخلوع بفعل هذا الحراك. والمطالبة أيضا بتوفير الشروط اللازمة المتعلقة. خاصة بالنزاهة والحياد والاستقلالية للجهات التي تنظم انتخابات أخرى. هناك الآن المؤسسة العسكرية التي يعني الحوار حول مرافقة المؤسسة العسكرية الجزائرية للحراك الشعبي. هذا الخطأ الآن تجاوزناه. نحن في الشهر السابع الآن نحن الآن نحتاج إلى الوصول إلى الانتهاء من حالة التدافع الموجود الآن في الجزائر. أنا لو سميه انسداد أسميه تدافع مشاريع التي منها مشروع يريد إنتاج المنظومة القديمة بأشكال جديدة. ومنها مشروع الذي يريد فعلا أن تدخل الجزائر إلى مرحلة جديدة. مرحلة قاعدة الديمقراطية والحريات والنزاهة والشفاثية والوصول إلى الاختيار الحر في البرنامج. والسيد قايد صالح مع أي المشروعين من وجهة نظرك يا سيد فلو. على مستوى الساحة السياسية وطبعا للمؤسسة العسكرية دور غير معروف وليس من اليوم. فقد سيارت خمس استحقاقات كبيرة في تاريخ الجزائر منذ 62 إلى اليوم. ونحن اليوم نريد في الحقيقة أن نصل إلى هذا الحال السياسي الذي يجعل كل واحد في مكانه. هي تكون في مكانها انطبقا من مادة دستورية 28 والشعب الجزائري يتقلد ويمكن من صناعة قراره ومستقبله من خلال المادة 87 الذي يطالب به الحراك. حالة التدافع الموجودة حالة الأسف الشديد أسميه في بعض الحالة العبث بهذا الفرصة التاريخية للجزائر. هذه هي الغير المقبولة أما حالة التدافع فهي طبيعية في مثل هذا الحراك وحالة أيضا الاستماع التي فيها انتداد أيضا انتداد ليس كلي. ولكن هذا التدافع على المشاريع الموجودة في الجزائر والبرامج التي كنت تكلمت عليها في البداية هي التي تعيق للأسف الشديد. ما كان يتحدث عنه أخي الفاضل الذي كان يتحدث على أنه فيه إبعاد أو عدم اهتمام للشخصيات التوافقية التي طرحها الحراك. أنا كنت سألتك دكتور لو تستمع إليه دكتور فاروخ. توقيت من هذه الحالة تأخير في الحل. كنت سألتك أنت تقول أننا أمام أكثر مشروع. مشروع مع الحراك ومشروع يريد إنتاج النظام القديم. هل تعتقد أن الفريق قايت صالح مع أي مشروعين من وجهة نظرك؟ أنا الذي أتطلع إليه من خلال حالة التحول في السلوك وليس في العقيدة العسكرية في التعامل مع مثل هذا الحراك. أنا أعتقد أنها حالة إيجابية. لابد أن تتطور إلى التمكين الحقيقي للمجتمع الجزائري والشعب الجزائري من اختيار حكام تاو. على اعتبار أن المرحلة التي تمر بها البلاد هي مرحلة حساسة. وتتعرف أن الجزائر ذات موقع جيو بوليتيكي هام جدا في المنطقة. تحتاج إلى أن هذه المؤسسة التي هي الآن. فعلا كما كان يقول الخارس. فعلا هي في مقدمة الطارحين لمثل هذه الحاجات. شكرا جزيلا. ولكن في المقابل نحن نريد استعجال إجراءات التهديئة. نحن نريد استعجال الهيئات المستقلة. شكرا جزيلا. نحن نريد أيضا استعجال إعطاء ليس صورة عبثية أو تشكيك في المسار. ولكن إعطاء صورة عمصدقية اليوم. لسنا في حاجة إلى الاعتماد على معيار الضعف الشخصيات التي تمثل. وضحت الفكرة الدكتور. الدكتور فارق تيفور القيادية بحركة مجتمع السلم. كنت معي عبر الهاتف من الجزائر. وعودة مرة أخرى للناشطة السياسية. سيد عبد الرحمن صالح. إحدى الإشكاليات في الجزائر أن الحراك لا توجد رأس له تمثله. تذهب وتفاوض المؤسسة العسكرية. والتي تسير مع هذا الحراك منذ البداية. هل هذه هي المشكلة الحقيقية؟ أننا لا نرى قوة إعلان حرية وتغيير في الجزائر. كما حدث في السودان. في حقاة الأمر هي ليست مشكلة بالمعنى الإصلاحي للكلمة. باعتبار أن إحدى نقاط قوة الحراك هو عدم وجود ممثل مباشر لهك على شكل قوى الحرية وتغيير في السودان. وإن كانت في الأولى الأخيرة قد بدأت تتشكل قوى داخل الحراك في محاولة لحبل مطالب الحراك. وتمثيل على الأقل جزء كبير منه تتمثل هذه القوى في اجتماع نقابات المستقلة ونقابات عمالية. وأنها نقابات ثقيلة ولها وزن في الساحة الجزائرية. وأيضا جمعيات ومنظمات المجتمع المدني والعمادات المهنية. وأيضا الجمعيات الحقوقية مثل الرابطات حقوق الإنسان. وأيضا الشخصيات الوطنية التي طالب بها الحراك الشعبي منذ بداية ومنذ اليوم. كالدكتور أحمد طالب الإبراهيمي أو مولود حمروش أو أحمد بن بيتور أو مصطفى بوشاشي. كل هذه الأسماء التي أعربت عن دعمها لمبادرة فعاليات المجتمع المدني التي عقدت لقاءا لها يوم السبت الرابع والعشرين من قوت الفارق منذ أيام فقط. في هذا اللقاء الذي حضرته الأحزاب السياسية بوسطة الممثلين عنها. وأيضا الجمعيات والنقابات والعمادات المهنية التي تكلمنا عنها. بالإضافة إلى مباركة هذه الشخصيات لهذا المسأل. نستطيع أن نقول أن هناك في الطريق تشكيل مماثل لقوة الحرية والتغيير في طريقه إلى الظهور. رغم العلاقين والتضييق الإعلامي والتضييق السياسي الذي تمارسه السلطة. حيث تم رفض قوة طلب لعقد رخصة لأجل هذا اللقاء يوم السابع عشر من أود. اليوم تم رفض الطلب الذي تقدمت به قوة البديل الديمقراطي من أجل عقد لقاء لها يوم واحدة وثلاثين أود. تم رفض الطلب الذي تقدمت به جمعية طراز. وهي جمعية حقوقية شبابية. لها وزن أيضا من أجل عقد الجامعة الصيفية في بجاية يوم ثمانية وعشرين أود. رغم هذه التضييقات التي يعاني من أردو شرطة في الحراكة إلى أن هناك اتجاه لإفراز تمثيلية للحراك الشعبية على خلال تنوعها. ابقى معي سيد صالح. دكتور في ظل ما وصفته أنت منذ قليل بحوار الترشان. إلى أين تتجه الأمور في الجزائر بهذا الشكل؟ والله إلى طريق مسدود لأنه فيه تنقضات. اليوم لقيت صالح في خطابه يتكلم على أن الشعب الجزائري هو الذي يختار الرئيس. لكن ما هي الوسائل وما هي الآليات التي وضعت تحت تصرف هذا الشعب حتى يختار بطريقة شفافة وديمقراطية الرئيس القادم؟ لا لقد لا وجد شيء. إلى حد الآن وبعد ست شهور ما فيه آلية وستراتيجية ورؤية لوضع آليات الاختيار. رؤية من ستنتصر في النهاية؟ رؤية المؤسسة العسكرية الفريق الجايد صالح أم رؤية الحرك؟ أبدا. لا تنتصر أي رؤية. الجايد الصالح لا ينتصر. لأن أبسط شيء اليوم الطالبة خرجوا تصرحوا أنهم لا يقبلون بلجنة الحوار وهذه ستستمر إلى ما لا نهاية فالقايد الصالح المفروض الآن يجب أن يحدد الأطراف الجهات والجهات واضحة عندنا الحراك السلطة أنا ما أدري كيف يتكلموا عن الحوار والسلطة ليستطرف في هذا الحوار حتى تكون عنده شجاعة القايد الصالح ويجلسوا على الطاولة مثل المؤسسة العسكرية السلطة ممتلين عن الحراك كما حدث في السودان نعم ويتناقشون ويضعوا ويضعوا استراتيجية رؤية لكن مع الأسف شديد لست هناك جرأة أن المؤسسة العسكرية تواجه الحراك فإس توفيس وجه لوجه ويتفقون على مشوار معين على سبيل معين إلى آخره مع الأسف شديد كذلك هناك شخصيات توافقية في الجزائر تكلم عنها عنها الزميل وتكلمنا عنها ميران والسكران والشارع يتكلم الحراك يعني عندنا خمس شخصيات ستة هادت يعني عندها الموافقة أقول والقبول والقبول من قيب الحراك كله أين هي؟ استغلها يا أخي للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية الدكتور محمد طقيرات وسادة الإعلام بالجماعة قطر أشكرك شكرا جزيلا كما أشكر ديف سكايب من الجزائر سيد عبد الرحمن صالح الناشط السياسي شاهدين الكرام المسايا مستمرة وبعد الفاصل الشأن المصري وفيه إعلام المصريين تفصل 150 موظفا من قناة دي ام سي نيوز والتي لم ترى النور بعد نؤمن مستقبلنا بطموح وتصميم نقود شغفنا بتميز وأمان نسافر بثقة نحو آفاق جديدة نواجه التحديد